في قلب الغابة واحد اسمه جو مرعوبه بيجرب سرعة وبيحاول ينقذ حياته من شخص غامض بيطرده جو اتكعبله وقع والشخص الغامض ليحق به الشخص الغامض ده مصاص دماء وبدأ يشرب من دم جو على طول وفجأة الشمس طلعت ومصاص الدماء اتحرق وتحول له كوم من الرماد لكن جو كمان اتلاسع في ايده وده معناه انه بقى مصاص دماء هو كمان بدأ يتحرك بشويش من غير ما حد يشوفه واستخبه في ضل الاشجار لحد ما وصل لمكان فيه حطب كتير فغطى نفسه البطانية كانت موجودة هناك وجر نحية شونة جنب البيت هناك وهو بيستريح حس انه بيتحول ومن جهة تانية ستان صحي في بيته الجميل وفطر مع امه وابوه وفاجأة كباية وقعت على الارض وامه تحولت لوحدة مريضة جدا والبيت بقت حالته صعبة جدا ابوه ظهر وهو شاي المسدس وضغط على الزناد قدام عينين ابنه في اللحظة دي ستان صحي من النوم في بيته المتوضع وافتكر ان ابوه وامه ميتين وانه عايش مع جده إليس الجند السابق اللي بيعمله بقسوة ومصر انه نديه بكلمة سير لو ستان حتى فكر انه يتجاهله مرة جده بيحطه تحت التهديد وبيحوطه في الحيطة وهو بيشتكي من شباب اليومندول ستان خرج رايح المدرسة وبنكتشف ان الشونة اللي جوه استخبى فيها موجودة ورا البيت بتاع جده إليس ستان بيعد بالبسكليتة والعصابة اللي بتتنمر عليه في المدرسة عدت جنبه بسرعة جنونية علشان يوقعوه ستان قدر يتفاداهم لكن بسبب الهيصة والزيطة اللي عملوها هو وقع في عربية شرطة الشريف دورني كانت متفاهمة جدا لكن النائب كان غضبان جدا وفكروا انه هيبلغ 18 سنة قريب وده معناها مفيش تاني حاجة اسمها أحداث ولا فرص تانية وساعتها هيقدر يلبسوا قضية صح وفي المدرسة صاحبه المفضل دومير سمع العصابة بيتكلمه عن ستان وحش فرح شتمهم ماربل وبيت وقوزي اضغازوا جدا وبدأوا يتخنوا في السكة ستان وروكسي على طول دخلوا في النص علشان يوقفوا الخناءة وستان كان هيضرب واحد فيهم لولا المدرس جاء وقفهم وبعثهم عن فصول بتاعتهم وبعد الحصص دومير قال انه زهقان من الوضع ده وان في يوم من الايام هيفرقع من العصابة دي ويقتلهم وكمان اشتكى من روكسي اللي كانت صاحبتهم لكنها بقى اتفضل تقعد مع شلة البنات الشعبية وبرغم كده ستان لسه بيحبها وبعد ما رجع من المدرسة ستان استخبى فوق علشان يتفرج على صور ابو امه وهو بيستمع لموسيقى اي محزينة وبيقطع دراعه بالسكينة علشان ينسى وبعد كده رمى السكينة باتقان على الهدف جده إليس نادى عليه علشان يقص الحشيش في الجنينة وهو بيخرج برة الكلب بدأ ينبح ناحية الشونة لكن استان ما فهمش ان دي كان التحذير ودخل الشونة علشان يدور على المكانة وهو بيقلب في الحاجات لقى اسنان على الترابيزة في اللحظة دي جو ظهر من مخبأه وحاول يهجم على استان اللي من الرعب فتح الشباك من غير ما يقصد الشمس الحارقة منعت جو انه يقرب وستان جيري برة الشونة علشان يجيب الكلب وهو ما فكر ان اللي شافه ده واحد شارب مخدرات استان زعق لجو انه يخرج ولما مجاش بعت الكلب غراه الكلب دخل الشونة وفي لحظة سمع استان صوته وهو بيصرخ وبعدين راسه ترامد برة الشونة استان المرعوب جري على البيت علشان يجيب سكينة وجده إليس جاه علشان يزعق له فحكاله على اللي حصل للكلب والشخص اللي دخل البيت من غير اذن إليس نادى على الكلب علشان يتأكد من كلام استان وبعدين خرج علشان يواجه الشخص ده رغم اعتراض استان انه لازم الشرطة تيجي الاول الراجل اللي عجوزت صدم لما شاف كلبه ميت وقد عصايته لستان قبل ما يدخل الشونة بعصايا خشب وهو ناوي على القتل بعد كم دقيقة من الهدوء إليس نادى على استان وقال له إن ما فيش حد جوه معادة جسم الكلب وفجأة صوت صريخ إليس مال المكان استان حاول يساعد جده لكن جوه شده جوه الشونة وقفل الباب علشان يكمل عليه استان اللي كان مرعوب استخدم سلسلة الكلب علشان يقفل باب الشونة والدم بيترشح من تحت الخشب بعد كده جري على البيت وشرب بيرت جده علشان ينسى مع إنه عادة ما بيعملش كده فكر إنه يتصل بالبوليس بس هو أصلا تحت المرأبة وكمان ممكن يتهموه في اللي حصل بعد اللي حصل لأبوه وأمه فرمى التليفون وبدأ يشتغل على قفل الشونة كويس جدا علشان جوه ما يدرش يهرب ويأذي حد تاني وبالليل حد حاول يفتح باب قطة استان استان افتكر إن ده ممكن يكون جده فخرج من قطه بس ما لقاش حاجة في السكة النور كان قطع وهو سمع صوت جده بيناديه رح يشوف قضة جده وتخض لما سمع صوته بيناديه من وراء بس ما كانش في حد الهمس بقى جاي من تحت فستان نزل وراء لحد ما لقى الشونة من وراء والصوت بقى واضح جدا استعد إنه يفتح الشونة والصوت زعى إن استان كان عايزه أصلا ميت لكنه بيصحى من النوم فجأة وبيكتشف إنه كان بيحلم تاني يوم في المدرسة روكسي حاولت تتكلم مع استان بس ماربل قطعها وطلب منها تساعده في الواجب روكسي عارفة إن استان بيتدايق منها إنها تخرج مع ماربل بسبب تصرفاته بس هي بتعترف إنها بتعمل كده علشان تقدر تعيش السنة الأخيرة من غير ما تتعرض للمدايقة لكن استان شايف إن القرارات دي مش هتتوقف عند المدرسة وهتأثر عليها باقي حياتها بعد كده استان حاول يعترف لروكسي باللي حصل لجده إلس لكن دومر قطعهم وده دايق استان فمش لوحده ولما دومر كان خارج من المدرسة الشلة بدأت تشتم فيه ودومر رد عليهم بإشارة بزيئة وبسبب الغضب التلاتة بدأوا يطردوه في الغابة وفي البيت استان لاحظ باب الشونة بيتهز فمسك مضرب وراح نحيته وفجأة جو عمل فتحة في الباب ومسك استان من رقابته ويسابه يشوف وشه البشعة وبسبب الشمس اللي بدأت تحرق إيد جو استان قدر يحرر نفسه ورجع جو يستخبه مرة تانية في اللحظة دي دومر جاء وهو بينزف وصرخ في وش استان علشان سابه لوحده وستان قطعه علشان يشرح له من إيلس وكلبته ماته وإن فيه وحش في الشونة دومر ما صدقش كلامه فاستان وافق إن يورهوله بس الأول جاب حاجات يسد بيها فتحة الباب فجأة دومر بدأ يسمع صوت حد بين ديه ولما راح نحية الصوت جو ظهر له من الباب استان جرب سرعة علشان يسد الخرم ودومر كان بيساعده بعد كده دومر اتحمس جدا علشان فكر إنهم ممكن يستخدموا الوحش علشان يقتلوا العصابة لكن استان شاف إن ده تخطيط شيطاني وصعب جدا ومنع دومر إن يقتل أي حد في اليوم ده استان راح ينام ومع السكينة وقعد يتفرج على فيلم مصاصي دماء قديم علشان يعرف نقاط ضعفهم ومن ضمن نقاط الضعف دي إنهم بيتحرقوا في ضوء الشمس وتدمير قلوبهم السودة أو قطع رقصهم فجأة ظهرت ست من بوستر مثيرة على الحيطة وقعدت على استان علشان تعمل معاه حاجة وحشة لكنها فجأة تحولت لمصاص الدماء وحشة وعدته وصح استان من النوم وهو بيدور على جزمته بص تحت السرير ولاقى مصاص الدم مرة تانية لكن برضو كان كابوس استان تنرفز وقطع البوستر من على الحيطة وبعد كده خرج وطلع فوق الشونة وبدأ يعمل حفر في السقف علشان ضوء الشمس يأذي جو بس كان لسه فيه ظل كفاية علشان جو يستخب فيه بعدين الشريف دورني جات علشان تزور استان علشان تسأله على إليس وستان قال لها انه برة واللي دورني لقت ان رده غريب جدا لان عربيته لسه عند المدخل استان بيحلف انه ما يعرفش إليس راح فين وبيحط كل اللوم على صهرات الشرب بتاعة الراجل العجوز دورني بتوطح ان العيلة اللي ساكنة في اول الطريق كلهم ارانبهم اتقتلت فالراجل راح يدور على العمل كده لكنه للأسف مرجعش ولما ورد استان صورة الراجل عارفه بس قال انه ما شافوش قبل كده دورني شكت في كلامه واصرت توصله للمدرسة بنفسها ووقت ما هو بيجهز نفسه شافت عصاية إليس وقع على الأرض وفي المدرسة روكسي قلقت على جروح استان لكن اللحظة تقطعت تاني بتعليق سيء من ماربل استان دافع عنها وماربل قال له انه ممكن ياخد روكسي وقال عليها زبالة اتجنن استان وابتدى يضرب ماربل ورمع على الأرض وابتدى يضربه بأخوة ما عنده وجاء مدرس يبعده وقال لهم انهم بيجهزوا اجتماع مع إليس بس بما انهم ما يعرفوش يوصلوله بالتليفون بعتوا دورني تجيبه استان خاف على حياة الشريفة فجري برا المدرسة علشان يوقفها من غير ما ياخد باله ان ماربل بيحاول يمشي وراء وفي بيت إليس دورني رنت الجرس بس ما حدش رد سمعت صوت جاي من الشونة فراحت تشوف ايه اللي بيحصل اتخطت من الصوت العالي اللي جاي من ناحية الباب وبعدين سمعت صوت إليس بيستان جت بيها ضربت القفل بالنار بس قبل ما تعرف تفتح جاي استان دورني وجهت سلاحها ناحيته وحاول يقولها ان اللي هو الشونة جو مش إليس بس هي ما صدقتوش وبعدين فتحت الباب علشان تنقذ إليس لكن جو قفز عليها بسرعة وعضها في رقابتها ورفع دراعها علشان تضرب طلقاتها في الهوى وبعدين شاء دراعها قبل ما يسحبها ناحية الشونة علشان يقولها ويتغز عليها ولما الموضوع خلص ظهر ماربل فجأة وبدأ يضرب استان وبعد كام لكمة وكام ضربة بالرجلين طلع أبضى نحاس علشان يكمل اللي بدأه لكنه تجمد مكانه لما سمع صوت طلقة رصاص كان دومر هو اللي ضرب نار تاني من سلاح دورني علشان يخلي ماربل يستسلم حاول استان يهديه لكن دومر يتجنن وهدد انه هيئز استان كمان لو ادخل وبعدين بدأ يهين ماربل اللي اضطر انه يعترف انه فرخة قبل ما دومر يرمي في الشونة وتجاهل كل تحذيرات استان وفي الاول كان ماربل بيتحرك عادي لكن بدأ يتوتر لما شاف دراع دورني على الارض وبدأ يعتذر وحط كل اللوم على اللي حصل في المدرسة لكن دومر أمر انه يدخل الشونة برضو وبعد شوية سمعوا صوت ماربل وهو بيتقطع اتغاز استان وبدأ يتخانق مع دومر على المسدس وهو بيصرخ فيه لكن صرخت ماربل خلت استاني تهبل ودومر ضربوا بالمسدس وافقدوا الوعي وبعدين روكسي جات تدور على استان وملقش استان في اي حتة وباب الشونة مفتوح قالت انها ما شافتش حد حواليها وبدأت تتجنن لما شافت الدراع على الارض وبعدين دخل استان الشونة علشان يحقق في الموضوع ولقى الابضى النحاسية لماربل وقع على الارض وفي الضلمة في اخر الشونة شاف ماربل واقف لكن جسمه الميت وقع وبان ان دومر بقى مصص دماء دومر شرح له ان جوه مشي دلوقتي لكنه هيرجع تاني علشان يخلص على استان وبدأ يتكلم كتير وهو بيقرب نحيتهم وما خدش باله لما شوية اشعة شمس حرقوا جسمه في اللحظة دي شافته ركسي وصرخت فدومر استغل الفرصة علشان يهجم على استان اللي غزه على طول بعود خشب وحط دراعه تحت الشمس علشان يبعدوا عنه وبعدين قفل على الشونة وضموا بعض لكن اتفزعوا لما دومر نطع ليهم حاولي اعتذر والشمس بتحرقوا لحد ما مات استان جري علشان يغطي بملاية لكن كان الوقت اتأخر وبعدين حكالها على كل حاجة وبدأوا يستعدوا للليلة قطوا جسم استان في الشونة ودخلوا البيت وقفلوا كل الشبابيك والابواب وولعوا نار في المدفقة وبدأوا يعملوا اوتاد من شوية عدان ويلموا اكبر عدد من السككين استان مقدرش يمنع نفسه ان يلوم نفسه على اللي حصل لكن ركسي وعادته ان مفيش زنب ولا حاجة ورجعوا البعض وضموا بعض ولما الليل جه بان ان الجوم يخب نفسه تحت الارض في الغابة ودلوقتي طلع منها وفي البيت بيت وقوزي خبطوا على الباب علشان يعرفوا ماربل فين استان وروكسي حاولوا يقولوا لهم يمشوا قوزي اتنرفز لما شاف شكل في الظلمة وحاول يحذر بيت اللي استمر في الجدال وفاجأة دراعة طلعت وسحبت قوزي على السطح علشان تاكل منه وخلت دمه ينقط بيت اخيرا اخد باله وما بقاش قدامهم اختيار غير انهم يسيبوا يدخل في اللحظة دي جوه دمر كهربة البيت وستان افتكر انهم في امان جوه البيت علشان قفلوا كل الابواب لحد ما افتكر انهم ما قفلوش فوق السطح كويس وبدأوا يسمعوا اصوات فوق فطلعوا يحققوا وكل واحد راح قوضة مختلفة استان ما لقاش اي متطفل لكنه لقى مسدس الاس وروكسي كانت متوترة وهي بتدور تحت السرير استان لكنها برضو ما لقيتش اي حاجة في الوقت ده بيت لقى شباك مفتوح وجري علشان يقفله من غير ما ياخد باله من الازاز المكسور على الارض ولما لف اوزي مصاص الدماء زقر في وشه في اللحظة دي روكسي تهجمت وتسحبت على فوق السطح وستان جري علشان يساعدها بس لقى طريقه مسدود باوزي وبيت اللي كان بقى مصاص دماء هو كمان استان المتنرفز جري على قوضة وقفل الباب بكرسي علشان يدور على طلقات في نفس الوقت اللي بيت بيحطم الباب بفاس ولما المسدس اتحط فيه طلقات حط استان المسدس في بقى بيت وضرب النار على الاتنين في نفس الوقت وفوق جو كان هيدرب روكسي لكن استان قطع فتح النار والطلقة الاولى اصابت دراع جو لكن استان مقدرش يضرب تاني علشان جو كان اسرع منه واخد منه المسدس بعدين استان مزل بالفاس على كتفي جو بس اتزقق على الارض جو شال الفاس وجري ناحية استان علشان يخنقه لكن روكسي مسكت المسدس وضربت النار على جو وساب استان على الارض الطلقة أصابت وش جو جرحته والمسدس خلص طلقات جو ناوي يهجم على روكسي لكن في اللحظة دي استان زعقله وحدف السكينة اللي سابها قبل كده لكن جو صد السكينة والسكينة جات في كتف روكسي وبعدين جو حاول يخنو استان مرة تانية وروكسي مسكت الفاس وقطعت راس جو بسرعة ولما كل حاجة خلصت كل الجثث حطوها في الشونة وولعوا فيهم النار وصحي الصبح في العربية واكتشف انهم ما قفلوش الشنطة كويس وحاجة جوه بتحركها علشان تخرج ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة